الشان الروسي أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تبدل جهدها من أجل رفع مستوى السلامة في المنشآت النووية الرئيس الروسي أعلن خلال لقائه مع المدير العام للوكالة رفايل جروسي أن الحفاظ على السلامة في المنشآت النووية أمر مهم بهدف ضمان السلامة والامتثال لمعايير السلامة للطاقة النووية في العالم من جهته قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الضرية رفايل جروسي أن الوقت مليء بالتحديات وذلك عقب محادثات متوطرة بشأن السلامة في محطة زفاروجي للطاقة النووية مع مسؤولين روس نستمع على بعد نحو 100 كم من الحدود البولندية مع جيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق جهز تسع دول أعضاف في نيتو معدات برمائية هذه الدول تجري مناورة أطلقت عليها اسم المدافع الصامد 2024 تشمل عبور نهر فيستولا في الريف البولندية الشمالي وتهدف إلى اختبار استعداد الحلف ضد أعداء محتملين مثل روسيا في المقابل يحذر الكريملين من نوايا دول في النيتو إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا ويقول أن ذلك سيعني الانخراط في حرب مباشرة مع روسيا لا طالما حرص حلف النيتو على تسليح بولندا وتعزيز قوتها العسكرية باعتبارها خط دفاعه الأول أمام روسيا فما الأهمية التي تمثلها وارسو بنسبة لحلف شمال الأطلسي نتابع أهم فوعد عضوية بولندا في حلف شمال الأطلسي هي زيادة أمن البلاد في وجه الجارة روسيا التي يخشى الأوروبيون ودول النيتو من شن هجوم محتمل على وارسو أدى انضمام بولندا إلى حلف الشمال الأطلسي إلى الحاجة لتكييف القوات المسلحة البولندية مع معايير حلف شمال الأطلسي من التحديث الفني والانتقال من قوات عسكرية تعتمد على التجنيد الإجباري إلى قوة مكونة بالكامل من المتطوعين إضافة إلى الإصلاح الشامل لنظام القيادة ترتبط عضوية بولندا في الحلف بدفع ثمن الاشتراكات في ميزانيات النيتو العسكرية والمدنية والبرنامج الاستثماري في البنية التحتية طوال فترة عضوية بولندا في حلف شمال الأطلسي سعت وارسو إلى الحفاظ على قدرة النيتو لتنفيذ مهمته بالدفاع الإقليمي عن الدول الأعضاء كما أن بولندا هي أحد المشاركين في قوة الإنذار المبكر والتحكم الجوي منذ عام 2007 حيث توفر طائرات أواكس القدرة على المراقبة والإنذار المبكر أثناء العمليات العسكرية للحلفاء